قبل ما نبدأ بث اليوم اللي هو له علاقة بالعادات أبغى الأسبوع يعني أبغى كل أسبوع تقريباً نبدأ نذكر بعض بحاجة مهمة تخصنا بحيث أنه إحنا يعني نبدأ البث فيها يعني مثلاً الأسبوعين اللي فاتها تركست على الموضوع أنه اشربوا موية اشربوا موية أنا الآن جبت موية فأبغى أعيد هذه النقطة أنه اشربوا موية ليه؟ لأنه التكرار هيخلينا إحنا أحرص وأوعى للأسف إحنا عندنا إهمال عالي بالصحة التسويق الفضيع للأكلات السريعة يخلينا إحنا ما إحنا مدركين قد إيش فيه عناصر أساسية في حياتنا مفقودة فبالتالي ارتفعت نسبة الأمراض النفسية الأمراض الجسدية صرنا نفكر أنه العلاج لهذه المشكلة أنه مثلاً أروح أخذ بداء الحبوب أو إلى آخره عساس أنه أقدر أنا أعوض الفقد حق التغذية لا، اللي أنا محتاجته في الأساس أنه أنا أصنع عادة صحية تخليني أتغذى وهذا من الأمثل اللي أنا رح أضربها إن شاء الله في نهاية البس بس حبيت أبدأ بنقطة أنه هذا الشهر إن شاء الله وفي كل بس حرجو أذكر إحنا هنركز على الصحة هنركز على صحة الجسد وخصوصاً اللي هي نقطة الغذاء والموية أبغى أن يكون إحنا كمجتمع الآن عندنا ثقافة تغذوية عالية وثقافة بغى تقول في شرب الماء عالية لا، وحرص على شرب الماء بشكل مستمر تمام؟ بسم الله إيش معنى العادات الصحية؟ إيش معنى أصل أنه أنا أخلق عادة؟ لأنه إحنا ما نقول عادة صحية فإحنا نقول نتكلم أساساً عن العادة وأنا أختار أنه أخلق عادة صحية أو لا فإحنا لما نقول العادة الصحية تعتبر إيش؟ استثمار في صحتك والجسدية والعقلية هذه كانت سلاد 10 رحلة ثانية نرجع ونعيد إيش هو العادات؟ بسم الله إيش هي العادات الصحية؟ هي سلوكيات يتم تكرارها بشكل منتظم لتصبح جزء من روتينك اليومي بمعنى أنا إذا أبغى أضيف اليومي أو عفواً لحياتي أي عادة صحية ضروري ضروري أنها تكون مبنية على التكرار طيب؟ خلينا نفهم أكثر كيف؟ كيف أنا أقدر أكتسبها؟ أول شيء لازم أحط هدف إيش هو الهدف هذا؟ إيش هي العادة هذه أصلاً؟ أنا أبغى العادة هذه اللي هي مثلاً عادة خلينا نبدأ بالأمثلة عادة الأكل الصحي هذا هدفي أنه أنا أكل أكل صحي متوازن ما أقول أنا أكل أكل صحي خلاص هذا هدفي لا هذا عمومي أخصصه أكثر أكل أكل صحي متزن لأنه لما أنا أكل أكل صحي من أحط الاتزان فأنا راح أعرف أركز على إيش بالضبط يعني أنا عندي مشكلة مثلاً أو ممكن حتى أحط الهدف بين أن على مشكلة عندي المشكلة اللي عندي مثلاً أنا كنورة في الأكل ما أكل إلا وجبة واحدة في اليوم فبالتالي إيش أسوي عشان أبدأ أحط هدف أبدأ أحط أحقق هدف الأكل الصحي أبدأ أرفع عدد الوجبات طيب كيف أقدر أخلي أرفع عدد الوجبات أبدأ أضيف في يومي نسبة معينة إضافية من الأكل مو في نفس الوقت أضيف في صحن بدل ما أكل صحن أو هو صحنين هذا ضغط نفسي لا بينما مثلاً أحرص أنه الصباح أول ما أصحى أكل لي لو بسكوتة مثلاً ومو بسكوتة أكيد أكل لي لو مثلاً خبزة بجبنة يعني جبن صحي أكثر مو جبن كاسات وكذا لو جبن المعلب أو شبيه الجبن هذه الأشياء كلها أنا ما أكلها فممكن شخص ثاني يقول لي نورا أنا بالنسبة لي أني أحسن أصير أكل أكل صحي متوازن أني أقلل من الأكل الصناعي يعني مثلاً فيه ناس يحبون الجبن المصنع اللي ما يكون جبن طبيعي يكون جبن مكتوب حتى عليه بالعلبة غالباً شبيه الجبن فهذا شبيه الجبن ما هو طبيعي يعني شيء مصنع في معمل وما حتطلق في علبة يعني ما هو أكل صحي فيه ناس يقولون لا يعني هذا مستوى مرة أعلى يقولك لا أنا أبغى أكل كل شيء عضوي فيبدأ إيش؟ يبدأ يدخل بدل ما هو يشتري منتجات مثلاً المكارونات الأشياء اللي تعتبر تدخل فيها نسبة التصنيع يبدأ يختارها أقرب للطبيعة أو أقرب للعضوي مثلاً فأنت لما تتكلم أنت متتكلمون عن ترى يعني ما تتكلمون عن أنه والله سأقوم من النوم وسأضع الآن الهدف لكي أكون إنسانة شيء جميلة وسعيدة وصحية ما هي كذا أبداً ما هي قضية أنه أنا بس أحط هدف وقول يلا أنا ببدأ عشان كذا كثير من الناس يحبطون يدخلون في العادة السلبية بدل ما يدخلون في العادة الصحية ليه؟ لأن مجرد ما هو يحط الهدف يتوقع أنه إيش؟ لا أنا على طول بحصل نتيجة هي ما هي كذا هي أول شيء أحط هدفي بعدين أسهله أبسطه لمن أبسطه لنفسي خلاص ومجرد ما أستوعب حتى يا جماعة ترى لمن أربطه فيني وأبدأ أستوعب أنه لو علاء بيحل لي مشكلة أنا أعاني منها أوف هذا بيكون شيء أسطوري بعطيكم مثال بسيط واحدة حابة مثلاً تهتم بجسمها أكثر أو واحد حاب يهتم بشكله أكثر بغض النظر عن الشيء اللي أنا أبغى أهتم فيه ما أبدأ أقول مثلاً بأركز على جسمي كامل ولا أركز على شعري على تقوية كذا وتضبيط كذا وتضبيط أظافر هذه كلها تفاصيل فاهمين؟ تخدم الصورة الكبيرة أنا عندي صورة كبيرة ضروري أفصلها ضروري أخليها سهلة ضروري أبسطها لأنه أنا لما أبسط أحرك خطوة أنا نجحت هنا خطوة تحركتها اليوم في هذا خطوة تحركتها في نفسها هذه بكرة بعد وبعده أزيد في عدد الخطوات يعني يقول لك قريتها في كتاب بس أني نسيت أي كتاب كان يقول أنه العادة إذا جيت تبغى تكتسبها أول ما تبسطها خلي أول سبع أيام عادة أولى ثاني سبع أيام أضيف لها عادة يعني مثلا أنا إذا أبغى أهتم بشكلي عندي أنا مهملة جدا لشعري مثلا وشكلي وحواجبي ومنظري وما أحط عناية ولا أحط أي شيء ولا حتى مني عارف أنا أي شمبو أتروش فيه ولا أعرف شيء للصابون المناسب لجسمي وعندي دائما مشكلات حساسية وا 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 لنفترض أنه أنا كده إيش بسوي وقتها أول شيء ببدأ أحدد إيش العاجل بالنسبة لي اللي هي مثلا مشكلة الحساسية إيش سبب الحساسية هذه أروح أحط الموعد للدكتور حلو أنا الآن بدأت في طريق العادة اللي هي نحو إيش نحو الاهتمام بالذات حلو طيب باقي الهدف الأساسي اللي هو أني أرتب شكلي أو أهتم بشكلي تمام حلو إيش عندي شيء أساسي ثاني بسيط أقدر أبدأ فيه والله أرتب مثلا شعري أتعلم كيف أهتم بشعري والله حلو طيب إيش مشاكل شعري أبدأ أقول خلاص أبحث عن مشاكل شعري وأبدأ طول هذا الأسبوع أركز على المشاكل وحلولها المشاكل الحلول ما أقول يلا بأسوي شعري بعدين بأروح أسوي تسريحات بعدين بأروح يعني فاهمين ما يكون في تفرعات مهلكة كذا تخليني أنا أستسلم نفس الشيء اللي داخلين يعني من أننا داخلين الآن على سنة جديدة اللي يحطون أهداف للسنة لما انتجي تحط أهداف لا تكثرها عليك دايما نقسمها دايما نوزعها ما ينفع تقول في الأسبوع هذا أو في الشهر هذا أنا ضروري أكون محققة العشرة أشياء هذه طب أنت ممكن في هذا الشهر تكون مثلا فترة زكام بالذاته نحن الآن داخلين على شتاء ففترة الزكام حتخليك ثلاثة أربع أيام مثلا تعبان فبالتالي تعبت أنت الأربع أيام هذه كيف حتحقق إنتاجيتك لازم ترتاح فلما تهمل الراحة تقوم تمشي بالسالب أنت خلاص الآن لا صحة ولا إنجاز فضغط نفسي يجيك ضغط نفسي أكثر ترجع لوراء ترجع لوراء تنهارين فاهمين؟ فبالتالي مهم جدا أني أستوعب الفرق بحيث أني أقدر أرتاح طب التدرج إيش معناته التدرج زي ما قلت لكم أنه أنا أضيف عادة كل أسبوع مثلا أو كل أسبوعين حسب أنا طاقتي وسعتي رابع شغلة الالتزام إيش معنى الالتزام؟ الالتزام مو معناته أنه أنا ما رح في يوم أخبص ما رح في يوم أقصر ما رح في يوم أهمل طبيعي أنه بتجي أيام أنا مثلا ما كون قسط طاقتي بشكل صحيح ما عندي جهد الفترة هذه زي ما قلت لكم مثلا موسم في زكام موسم مثلا في له فعاليات أكثر حصل لي أكثر من مناسبة طول الأسبوع في سفر في شغل في انشغالات في مثلا اختبارات إيش ما كان الموسم هذا اللي قاعدة أمر فيه في حياتي حيأثر علي فبالتالي حيأثر على درجة الالتزام ما أزعل وأعصب أبدأ أراعي وأقدر وبعدها وأكيد آخر خطوة اللي هي أكافأ نفسي تمام بكذا أنتوا تكونوا أموركم أوف مرة تمام في سؤال هنا من كتكو تتقول إذا كان الهدف أتعلم اللغة الإنجليزية كيف أبدأ هذه العادة شوف أنت ما تتكلمين هنا عن عادة أنت تتكلمين هنا عن بناء مهارة فيه فرق بين العادات العادات اللي تتحول لروتين يومي فيه فرق بين اكتساب المهارات هذه لها حوار ثاني فأبغاكم تركزون يعني شفتوا كيف أنه إحنا مفهوم بسيط زي كذا أنه نقدر نفرق بينه ما عندنا القدرة أن نفرق لأنه ومحنا مستوعبين أنه هذا شيء مستقل عن هذا واضحة فأنت لما تتكلمين عن بناء مهارة المهارة شيء مختلف تماما أو تعلم مهارة جديدة أو مثلا أنه أنا أكتسب شيء صفة جديدة أو سمة جديدة في نفسي هذه كلها لها آليات مختلفة بس لما أتكلم عن أنه أنا عندي مشكلة صايرت لي أنه أنا مهملة لذاتي أنه أنا ماني مركزة على ذاتي أنه أنا أبغى أحقق أهدافي أنه أنا أبغى أنجز أنا عندي مثلا إضاعة الوقت أنا عندي معيقات كثيرة هنا أنا أبدأ أحط لها هدف أشوف هل هي لها علاقة هل أنا عندي عادات سيئة مثلا زي استهلاكي الشديد للجوال مثلا هذه عادة سيئة فأنا كيف أقدر أتخلص منها أول شيء أحط الهدف أنه أنا أقلل الساعات من عشرة ساعات لستة ساعات مثلا لاحظوا أنا ما أقول تخليها ساعة درجناها سهلناها سهلناها طيب أبدأ أكتشف أشي اللي يخليني أصلا جاسع على الجوال مدة طويلة عندي وقت فراغ طويل إذن صار عندي أنا الآن هدف أنه لازم أعبي وقت فراغي على أساس ما يصير عندي إيش ما أصير أتوجه للجوال طيب إذا أنا عندي يعني أبدأ أقيس يمين يسار يمين يسار إليه ما أبدأ إيش أحط لي خطة أتدرج فيها ألتزم فيها بعدها أدخل في المكافأة تمام زي ما حكينا أنه هذه السنة بنركز على جوانب عجلة الحياة في اللي هي الآن زي ما تكلمت لكم أعطتكم مثال في الجانب الجسدي اللي هو صحتك كيف تشتغل عليها برضو هنا عشان يلا صوت لكم هذا الزخرة فأشوفوا بالله كيف فيه هنا عندنا الجانب الشخصي اللي هو شخص مو قادر يحقق أهدافه تمام لو جينا الآن أنه أنا دايما أحط أهداف ومني قادر أحققها حبدأ أطالع عاداتي في اليوم هل عاداتي في اليوم تخدمني بأنه أنا أحقق أهدافي ولا لا زي مثلا ما تكرمنا عن عادة الجوال إذا أنا يوميا أقود على الجوال عشر ساعات كيف أنا رح أحقق عاداتي أحقق أهدافي فأنا معناته هنا لما أجل موضوع تحقيق الأهداف أقيس المعوقات أشتغل على المعوقات اشتغلت على المعوقات وقتها أبدأ أدخل عادات صحية بدل العادات السلبية هنا أوف خلاص حصير طلقة تمام موضوعنا اليوم كان مرة بسيط كمرة مختصر بس أبغى أركز لكم على شغلة قبل لا نبدأ بالأسئلة إحنا عندنا في مركز تغير تدريبات متخصصة في كل اللي أنتوا قاعدين تسألوني عنه يعني اللي عنده مشكلة في المشاعر عنده مشكلة في حب الذات عنده مشكلة في أنه مو عارف من فين أبدأ أغير وفي إيش أبدأ أشتغل يا نورة كيف أقيم مشاكلي كلها موجودة هذه عندنا برضو عنده مشكلة في التعلق برضو عندك مشكلة في أفكارك أفكارك جدا سلبية أفكارك جدا مبهذلة أفكارك ما هي مرتبة كله هذا أنا مسوي عليه تدريبات الأسئلة اللي رح أجاوبها رح أجاوب قد السؤال لأنه في أشياء ما أقدر أشرحها لو شرحتها ممكن شخص ثاني يسمعها ويتضرر نفسيا لأنه يتوهم أنه هو عنده هذه المشكية فاهمين عليه عشان كذا إحنا عندنا يعني أي مستشارة أو أي أخصائي أو أي مدرب دايما يكون عنده استشارات خاصة تحجز معاه وتتكلم معاه يركز عليك مية بالمية ويعطيك تقييم إذا أنت شايف نفسك تحتاج مساعدة مليانين الناس الرائعين يقدرون يساعدونك وأنا مبربو موجودة كلنا كلنا موجودين ترى في خير كثير بالدنيا هذه وفي ناس كثيرة تقدر تساعدك وعندها الكفاءة المهنية أنها تساعدك تمام؟ فلا تترددون بطلب المساعدة وإذا أنا ما كنت أول خيار لك لا تختارني جرب الباقيين بعدين تعالي أنا ما حب أكون الخيار الثاني ما أقول لكم لي لأنه إذا أنت ما يعني ما أنت كيف نقول إذا أنت ما أنت حاس بالثقة معاي أنا كخيار أنه أنا أكون مناسبة لك ممكن فعلاً فعلاً أكون أنا مش الشخص اللي متخصص بمشكلتك فأنا أبغاك تثق بنفسك في النهاية القضية هي مصلحتك وإشباع احتياجاتك كيف ما أخلي طاقة الآخرين تأثر علي؟ أول شيء ما في شيء اسمه طاقة الآخر يعني مو أنا قاعدة وأرسلك ذبذبات عشان تسممك فاهمة علي الشخص لما يجي ويقعد معاي هو يا عنده أفكار سلبية وقاعد يصبها علي يا عنده نظرة سلبية للأمور فقاعد يأكسها علي يا كلامه أصلاً سلبي فبالتالي قاعد يأكسها علي فبالتالي كلامه السلبي وأفكاره السلبية ومعتقداته ومبادئه ونظراته للحياة تخليني أنا هنا إيش أتأثر واضحة كيف أنا أحمي نفسي من هذا الشيء مجرد ما أنا أكون داخلياً متزم قوي داخلياً عقلياً مرتب إنسان اشتغلت على نفسي خلاص هنا أنا ما رح أتأثر لأنه مبادئ وقيمي مزروعة صح مؤسسة صح ما حد يقدر يقتلعها خلاص أنا جذوري قوية بس لما أنا أكون إنسان عايش حياتي كذا خلاص أنام أصحى أدرس أشتغل في وظيفتي ما قد ركزت على مثلاً إدارة أفكاري ونظراته 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 ونظ ما قد ركزت على إدارة مشاعري ما قد ركزت على كيف أصلاً أغير من نفسي إشال خلل اللي فيني هنا أي أحد بيجي يقول أي شيء بيحط عليه خلل وقيسة على ذلك تخيلوا إنه إحنا عايشين حياة تأثرنا فيها بمؤثرات وإحنا صغار بطرق معينة تبنينا فيها أفكار مؤفكارنا عشنا فيها مبادئ وممبادئنا واش وقتها ألا بيصير فيني ما بكون أنا نسختي بكون أنا نسخة متأثرة بالآخرين فمعناته أنا مني مستقل فبالتالي ترتفع قابلية إنه أنا أتأثر أكثر وأكثر وأكثر فاهمين لحظة إيش هذي اللي تقول زينو بنات السوشال ميديا كلهم فيك يا حبيبتي وما تقاري نفسك بيهم دقيقة فيه نقطة ما نبغى نتكلم عن أحد يعني ما نبغى نقول الكل اللي على السوشال ميديا مزيفين فيه ناس فعلاً قاعدين يعرضون حياتهم حياتهم مليانة ممتلكات مليانة مثلاً عندهم سيارات عندهم قصور عندهم عندهم هذه حياتهم هما ما أجي أنا عشان حياتهم بهذا الشكل أقلل من قيمة حياتي خطأ ولا أقلل من قيمة نفسي بالعكس أنا حياتي لها قيم ثمن عالي نفس قيمة ثمن حياته هو وضع الاجتماعي أو وضع المالي أفضل أنا أقدر في يوم من الأيام يكون وضع المالي أفضل هذا ما يجعلني أسوأ أو أقل فهمين علي نفس الفرص اللي عنده نفسها عندي يريد نتبنى طريقة التفكير هذه يا جماعة كل إنسان طالع لنا ونشوفه ونشوف حياته ترى نقدر يكون عندنا نفس الفرص اللي عنده عنده شريك حياة ممتاز أحنا نقدر نمتلك شريك حياة ممتاز عنده مشروع وعمل وباني نفسه واشتغل على نفسه أقدر أنا كمان أشتغل على نفسي ما في عمر ما في ما في شيء يقدر يحدك إحنا الوحيدين اللي نحد أنفسنا وإحنا الوحيدين اللي قادرين إيش نزدهر تمام طيب الفترة الأخيرة في بيني وبين شريكي مشاكل حياتي أنا مضغوطة منه ومن تصرفاته وتعبت منه كيف أتعامل معه ما أقدر أعطيكي حل غير أنه تواصلوا مع بعض حاولوا قد ما تقدري أنه المشاكل هذه قاعدت تتفاقم ليش إيش سببها إيش منبعها أنت محاسن ويفهمك هو محاسنك فاهمته ولا أنت مختلفين بزيادة ولا إيش الخلل شوفي سلسلة الزواج عندي لأنها على اليوتيوب موجودة لأنها كثير شارحة أساسيات المفترض تكون عواميد تكون في الزواج إذا لقيتي عامود من العواميد هذه ناقصة أنت حتقدر تقيمي زواجك تقولي آه هنا الخلل هذا اللي كان ناقص هذا اللي ما هو موجود عندي فاهمين؟ طيب السؤال هذا من أسماء هل ممكن أحاول أدخل أكثر من عادة صحية الحياة في فترة واحدة أم أنه هذا الشيء مش سليم؟ شوفي ما في صح وغلط طيب ما أقدر أنا أقول لك إي ودخلي لا لا تدخلي اللي أقدر أقول لك قيسي نفسك أنت قيسي الوقت قيسي القدرة وابدأ يجربي أضيفي عادة عادتين حسيتي والله أنه أضيفي عادة حسيتي لا والله أنا عندي وقت أنا إنسانا مثلا يومي مليان مليون يومي فاضي ووقتي فاضي هذه الفترة أنا في إجازة هذه الفترة الفترة الأخيرة السنتين الأخيرة أنا كنت مرتاحة مسترخية الآن أحتاج أبدأ شيء جديد فمعناته أنه لا هنا مقياسها هيختلف عن لو والله أنت وحدة موظفة طول وقتك بتشتغلي عندك أطفال فأنت معناته تحتاجين تسترخين ودخلين عادة بسيطة فكذا أنت تقيسينها تمام؟ طيب ما عندي ثقة في أي أحد إزاي أتغلب على المشكلة هذه طيب إيش الشي اللي نزع منك الثقة هو اللي تشتغلي عليه لأنه أنا مهما جيت وأقنعتك وقلتلك والله العالم يستحق الثقة في ناس كثير يستحقوا الثقة بس أنت تضررتي فأنت ضروري تتشافي من الضرر اللي تضررتي منه عساس نظرتك ترجع تتغير فهمتي؟ طيب وبس عن الثقة بالنفس أتوقع أني سويت كمان برضو موجود على اليوتيوب عن الثقة بالنفس طيب نورة ما قدرت أنسى الماضي تعبت وأنا أحاول إذا حس هل حاولت لوحدك ولا حاولت مع مختص ولا حاولت وأنت عندك أدوات تساعدك في التشافي ترى مرة مهمة النقطة هذه إذا أنت عندك مشكلة داخلية أنا ما رح أقول مشكلة نفسية مشكلة داخلية تمام؟ في شيء ما أنت قادر تتعامل معه؟ معنا أنت محتاج معلومات تعلم كيفية التعامل معه عشان كده أنا مسوي التدريبات هذه واضحة؟ مو يعني ما في شيء اسمه أنا ما أعرف كيف أعالج هذا الموضوع وأحاول أعالجه بشكل عشوائي بعدين أتوقع نتيجة لا إذا أنت تبغى تزرع لازم تتعلم أساسيات الزراعة تبغى تتشافى من الماضي تبغى تنسى تبغى لازم أنت تتخلص يعني مو عفوا مش تتخلص لازم تتعلم الأدوات الصح اللي تخليك تتشافى فبالتالي يطلع الموضوع منك طيب ودي أحسم من أسلوبي وتعابلي مع شريك الحياة وأطفالي أنا مو سيئة بس في عادات مثل الغضب والأنفعل آم تعالوا ما في شيء اسمه أنا عندي عادة الغضب هذا سلوك فهمتوا كيف لما قلت لكم أنه في فرق بين مهارة وبين عادة الآن في فرق بين سلوك يعني مشكلة سلوكية وبين عادة إذا أنا فيني طبع سلوكي الغضب معناته أنا أروح أشتغل على مشكلة الغضب وأدخل عادة الاسترخاء اليومي عشان الاسترخاء بيريحني أسوي ممارسات تساعدني إني أسترخي فهمتوا؟ أبدأ ألاحظ إيش اللي يخليني أغضب وأشتغل عليه كذا الموضوع تمام؟ فبما أنه الآن مشكلتك في التعامل مع شريكك وأطفالك أنك تغضأ وأهلك أنك تغضبين وتنفعلين أو عندك حدة وأنت تشتغلين على الأطباع وركزي على الشغل على ذاتك جداً جداً ركزي عليه وأنصحك بالتفرير لأنه غالباً غالباً هذا مو تشخيص نركز هذا مو تشخيص أنا مبغى أضل أي أحد لكن غالباً الغضب نتيجة القمع والكبت والعزلة برضو الزايدة نتيجة القمع والكبت والاكتئاب الزايد برضو نتيجة القمع والكبت فطالما أنه عندك غضب بسبب القمعة والكبت أو ما كانت أسباب وأنا ليس قاعدة أشخص لكن هذا من الأغلب اللي نواجهه إحنا تخصصنا فأنا أقول لك أبدأ بإدارة المشاعر واشتغلي على التفريغ وفهم نفسك أكثر وفهم تجاربك وشوفي الطفولة عندي أنا بث عن الطفولة تكلمت في عن كيف أتعامل مع طفولة يعني بشكل عام إنه مشاكلها والأشياء اللي مريت أنا فيها هذا حيساعدك شثير 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 أنا ما أراسل أحد لأن أحس نفسي تقيلة عليه والله شوفي أنا ما أقدر أحسست إنه أنت أخف ولا في شيء اسمه أنا أحسسك إنه أنت سوي كذا عشان ما تحس إنك أثقل إذا أنت مستفقل لنفسك فهذه مشكلة شوفي حب الذات عندك شوفي تقدير الذات عندك شوفي هل أنت أصلاً علاقتك مع نفسك كويسة ولا لا لأنه غالباً يستفقل نفسه على الناس فهو مستفقل نفسه على نفسه حتى يحس بالثقل هو أساساً فالثقل هذا توزع على الناس هذه تقول إيش أخذ من عندك تدريب مناسب لمشكلتي بحالة أنه أنا عندي مشاكل بيني وبين شريك حياتي ما أقدر أحدد لك ليه لأنه مشاكلك مع شريك حياتك هل لها علاقة أنه أنت نفسك عندك إضطراب داخلي فهمتي قاعد ينعكس على العلاقة ولا لا أنا بس يعني الوضع زوجي في له مشكلة يعني فهمتي أنا ما أقدر أقيم لك أنت شوفي أكثر شي عندك مشكلة فيه وروح يخذي له تدريب يعني هذا أنت أنا مرة أحب يا جماعة ترى أنا عارفة بغا تقول السوق أنا عارفة أن المجال تبع المدربين فيه كثير ناس يسوقون أنه يلا تعال اشتري من عندي يلا خذ كذا يلا أنت مشكلتك كذا يلا سهل التشخيص عليهم أنا أخلاقيا ما أسمح لنفسي أنه أنا أجي أقول لك أنت فيك كذا يلا روح يخذي كذا وأنا ما جلس معاك وتكلمت في جلسة خاصة ما أقدر لكن أقدر أقول لك احتمال يكون عندك كذا احتمال يكون عندك كذا فاللي أقدر أقول لأني وكمان فيه نقطة مرة أحرص عليها أحب أخلي المتدرب مستقل أحب أخليك أنت مستقل بنفسك ما تعتمد عليه أنا لما أخليك تعتمد عليه أنت تضرر ما تتعالج ما تتشافى ما تحقق النتيجة الحقيقية وأمام الله هذا الشي يعني يوديني في سابع في الدرك الأسفل وأنا شكرا ما مبغى هذا الطريق عشان كم عشان فلوس لا والله شكرا فعشان كذا أنا اللي أبغى أنه أنت تستقل بذاتك فكريا ونفسيا وتبدأ لو مبدئيا تقيم قيمت حسيت نفسك قيمت غلط هنا أنت تتأكد أنك تحتاج لمختص وتختار وقتها مختص عنده الكفاءة أنه يساعدك في مسكيلتك بس أنه أنا أجي أختار لكم لا والله هذا غير أخلاقي أبدا وغير مهني أبدا 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 أنه أحط لكم اختبارات ساعدكم أنه أنتوا تحددون أكثر مسار معين يعني يصير الاختبار توجيهي مش تشخيصي توجيهي أنه في حال كانت أجوبتك كذا 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 فأنت مفترض أنه مبدئيا تأخذ كذا تمام طيب عندي إحساس الوحدة ومشاكل الأهل شو حل لها واو تخيلوا أنه أنا أعطيكم حلول لمشاكل الأهل كيف كيف أنا أحل مشاكل أهلك ما أقدر ما أقدر لأنه إذا أهلك نفسهم عندهم مشاكل بينهم بين نفسهم بينهم بين بعضهم أنا وأنت ما حنقدر نجي نحلها خلاص هما حيقعدوا بمشاكلهم الطريقة اللي أنا الشي اللي أنت ممكن تساعد نفسك فيه أنه تصير قوي ذهنيا وعاطفيا وكيف تكون قوي ذهريا وعاطفيا تدير مشاعرك تدير أفكارك تشوف احتياجاتك تبدأ تركز على نموك على قوتك على ثغراتك تبدأ تشتغل عليها واضحة آه كيف أتجنب تأثير علي أيوة كذا السؤال كيف أتجنب تأثير مشاكل أهلي علي أنا ما أقدر أعطيك يعني شي درع حصين فهمتي يخليك تكوني يعني ما تستجيبي فهمتي لأنه إحنا عندنا لو شفتي إيش اسمول بس حق التعلق أو حق الاحتياجات أنا منعرف إيش اسمه والله بس عندي بس على اليوتيوب يتكلم عن الاحتياجات البشرية هذا فيها هرم ماسلو هرم ماسلو يتكلم لك أنه إحنا عندنا محتاجين القبول محتاجين العائلة إحنا نحتاج فحنتأثر منهم لكن تقل نسبة التأثر كل ما زادت إيش الإنفرادية كل ما أنا كنت كفرق متفرد ذهنيا وعقليا وعاطفيا وإحنا ما نتفرد ذهنيا وفكريا وعاطفيا إلا ما نشتغل على نفسنا نشتغل على ثغراتنا نشتغل على أفكارنا نشتغل على ثقتنا بنفسنا نشتغل على حبنا نفسنا نشتغل على كيفية التعامل مع أنفسنا وهكذا فهمتوا؟ فتبغى تكون ما تتأثر تبغى ما حد يأثر عليك تبغى تكون حصين هتقدر بس ما في حصانة مية بالمية بس هتقدر تكون عندك درعك الواقي اللي تقدر تشغله في أي وقت أنت تحتاج أنك تشغله عن طريق استقلاليتك بذاتك وأفكارك وشغلك النظيف على نفسك بأنك تمتلك أخلاقيات بأنك تمتلك مبادئ مو أنا أصير قوية بأنني أروح أهجم وأرد على أهلي وأضع كل واحد عند حده لا عادي أحيانا هتكلم مع أهلي وخلينا يعني ما أنا عارفة أقول كلمة مناسبة أحط حد شوف بس الحدود بس الحدود بيساعدك إن شاء الله بإذن الله طيب عمليني الفيديو عن موضوع الرهاب الاجتماعي أشوف ما أوعد بس أشوف أشوف موضوع الرهاب لأنه مو أساس بالنسبة ليه الآن على فكرة ببساطة حل الرهاب الاجتماعي اشتغل على نفسك بس ما في ما في شي اسمه خطوات لحل الرهاب الاجتماعي الرهاب الاجتماعي لو مسبب اشتغل على المسبب خلاص انتهى الرهاب الاجتماعي ما في طفل ينولد عنده رهاب اجتماعي عندي مشاعر مكتومة كيف أفرغها شوفي بس إدارة المشاعر لو أهلي منفصلين والحضانة مع بابا وبحكم إني الكبيرة وأنا ثانوي أحس بضغط قوي علي يا قلبي أنتي يا قلبي دقيقة دقيقة حبايبي دقيقة هذه موضوعها مرة مهم بالنسبة لكي أنتي يا إف أول شي أنا مرة أسفلك أنت قاعدة تمرين بتجربة زي كذا أنا يعني أعرف قد أش على مستوى شخصي أنه الموضوع صعب 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 أنه أنت تكونين في الواجهة وتكوني تحسي أنه أنت شايلة مسؤولية كبيرة لكن أنا ما أعرف طبيعة حياتك ولا أبغى أبترض كيف أهلك تعاملوا مع الموقف أو كيف 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 لكن اللي أقدر أقولك يا أنه عشان تقدري توصلي للتوازن حاولي قد ما تقدر يركزي على نفسك لا تركزين على الأحداث لا تركزين على التغييرات حاولي تتكيفين مع التغييرات بأسرع وقت حاولي أنك ما تجلسين ما تكونين أسيرة لفكرة ماما راحت مثلاً أو بابا أخذنا أو أهلي الآن اختفوا حياتي اختلفت هذه الأفكار كلها حتجيكي وطبيعة تجيكي بسمن جيكي لا تكوني معاها مية بالمية تمام؟ وبالنسبة للمسؤوليات الجديدة حاولي قد ما تقدري أنه أطلبي المساعدة نبهي أبوكي أنه أنت والله محتاجة مساعدة في هذا الشي أنه هذا فوق طاقتك لا تحملي نفسك شي فوق طاقتها عشان لا تدخلي في مرحلة الغضب المكبوط وتكبري وانت شايلة غضب على أهلك وغضب على نفسك أنه أنا ليش ما قلت وغضب على أخواتك لو أنت عندك أخوات تحتك تهتمي فيهم وكذا بس أبغاكي يعني قد ما تقدري ما تحملي نفسك فوق طاقتها في نفس الوقت تتعاملي مع الموضوع بأكبر نسبة حيادية لا تستثمري نفسك في المشاكل بالنسبة للي حاب يتواصل معاي إحنا عندنا خدمة المكالمة يعني خدمة المكالمة الهاتفية واصلوا معانا عن طريقها غير كذا أنا ما أقدر أخذ أي استشارات لا لمدة 10 دقايق ولا مدة 15 دقيقة ولا مدة نص ساعة هذه ما تكفي أبدا أنه أنا أساعدك فيها مستحيل مستحيل بل يقولك 15 دقيقة أحل مشاكلك أش تكفي 15 دقيقة هذه أنا أعطوص في 15 دقيقة مش 15 دقيقة تفريغ المشاعر المكتومة شوفي بس إدارة المشاعر وشكرا كيف أتعافى وأترك علاقة سامة بليزيا نورا شوفي بس التخلي عن العلاقات شوفي عندي بس على اليوتيوب كيف أفك التعلق بالشخص اللي كنت أحبه علاقة عاطفية شوفي بس التعلق يعني كلهم لزلته والله العظيم كلهم زعلتوني خلينا نذهب لحقين الإستجرام زعلت منكم حقين اليوتيوب ووو مرة حلوة سائديني بليز في عندنا مرة سؤال حلو لما أدخل البثوث تكون عندي مجموعة مشاكل لما أجي أبحث عن حل أحس بزحمة ومو عارفة أبدا من وين ألحق ومن وين أبدأ شوفوا إذا أنت لاحظت بما أننا الآن حين نتكلم عن مشاكلكم إذا أنت لاحظت أنه في مشكلة الآن طاغية عليك طيب حددها كل مشاكلك أكتبها على ورقة أكتبوا أنا ما أدري ليش إحنا ما نكتب أكتب أكتب على ورقة أنا عندي مشكلة 1-2-3-4-5-6-7-8 هذه تعتبر إيش نقاط ضعف عندي هي ما تعتبر مشكلة فيني تعتبر نقطة ضعف الآن موجودة في شخصيتي بسبب نمط الحياة اللي أنا عشتها فأنا أبدأ أشوف إيش الأولوية بالنسبة لي إيش أكثر شيء أنا قادرة أشتغل عليه الآن فأبدأ أركز عليه وأبدأ أحط له خطة علاج خطة حل خطة علاج خطة حل خطة علاج وهكذا كذا أنا أكون فلّة شمعة من وراء كيف أتجاهل الأمور السيئة وأبعد عن التفكير شوفي بس فرطة التفكير حيساعدك كثير بهذا النقطة يا مي طبعا أما قلتكم شوفوا بث موجود على اليوتيوب كله كله مجاني يعني لا تشيلوهم شو حساب الإنستغرام هنا حساب الإنستغرام طيب أبغى أصلح علاقاتي السابقة بعد قطيعة سنين لأني كنت متسرعة إذا أنت اختلفتي كإنسانة الاختلاف هذا بيبان للي حولك وبيستقبلونك وفي حالة أنه أحد ما يبغي يستقبلك براحت وهذه حريته لا تحاولي يعني فيه أشياء حتى لو إحنا أنهيناها بالغلط لا تحاولي ترجعي كل شيء أنا فيه ناس كثير أنهيت علاقاتي معاهم أول بتسرع الآن لما أشوفهم أقول آه يا ربي لك الحمد لأنه أنهيتها لأنه ما هم الناس مناسبين ما هم سيئين بس ما هم مناسبين تمام طيب كذا إحنا خلصنا بثنا لليوم أي الأربعاء الجاي يستعندنا بث الأربعاء الجاي واللي بعده واللي بعده حيكون إن شاء الله آخر بث لي يوم نسيت هذي التاريخ لبهم إنه هاقول لكم إنه هذا آخر بث لي إن شاء الله وحاخذ بعدها إجازة فترة بعدين حرجع لكم على خير تمام حبايبي الظهة أول مرة واحدة تشوف اسمها سالمة تجي تكلمني كثير متكاسلة عندي اكتئاب كيف أوجد غايات تحفزني لا دورين تحفيز عالج الاكتئاب نقطة ما في شي اسمه أنا أتحفز عشان ألغي الاكتئاب ألغي الاكتئاب بأنك تتعالجين وتتشافن منه بس من كل بساطة أشوفكم على خير إن شاء الله يا حبايبي الأسبوع الجاي انتبهوا لنفسكم موضوعنا الأسبوع الجاي جميل ورائع وخفيف ولطيف زي ما وعدتكم بمواضيع حلوة وما رح أقصر عليكم قد ما أقدر حتى بإجازة إن شاء الله حتنزلكم محتوى فنان حنسوي لكم فعاليات حنسوي لكم أشياء مرة حلوة يعني ما بغاكم أبدا أبدا تشيلوها تشيلوها من صدر أنا معاكم إلين ما إن شاء الله يعني وترى اليوتيوب حقي مليان أي مشاكل اليوم أنتم ما حصلتم مني مساعدة فيها ادخلوا على قناتي في اليوتيوب اكتبوا نورة إدريسي وادخلوا شوفوها حتلقوا حتلقوا والله أشياء تصدمكم تفاجئكم إنها موجودة ادخلوا على القوائم اللي إحنا مسوينها لكم سونا لكم تصنيفات سونا لكم أشياء لها علاقة بالعلاقات كل شيء سونا لكم اشتغلنا لكم فيها على شيء ليه عشان أنتم تحصلون القيمة اللي أنتم تحتاجونها فصدقي يعني مرة مرة ما أبغاكم أبدا تحسون بالتكسير ولا تحسون بأنه ما لوا حل أي شيء لا لا كل شيء أنتم تذكرونه بنزل له حلول فقط نتقى بالناس كل مواضيع هذه بنزلها حلول ومجانا بلتشي الأنهم بهذه الناحية أبدا بإذن الله الله يحفظكم يا ربي انتبهو لكم بس والله شوفكم على خير إن شاء الله باي باي حلوين اشتركوا في القناة